بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هتكلم في الغلايكولوسيز أو تحليل السكر تحلل السكر أو تكسير السكر الحقيقة غلايكولوسيز is a catabolic pathway هو مصار هدمي لمين لغلوكوز begins with the glucose اللي هو 6C 6 carbons and end is with 2 pyruvic acid يديك حمض البيروفيك أو البيروفيت اللي هو 3 carbons يعني عندي 6 carbons هيتأسمه على 2 يبقى كل واحد يبقى 3C ده اسمه البيروفيت أو البيروفيك acid طب تحصل فين takes place in the cytoplasm في السيتسول يبقى ده بيحدث خارج الميتو كوندرا ما يحصلش داخل الميتو كوندرا لا يحدث في السيتو كوندرا طيب الغلايكولوسيز باختصار هيتحاول يبقى 2 pyruفيت و 2 ATB و 2 net H plus 2 H طيب عشان الجلوكوز ده يتكسر يبقى 3C و 3C اللي هو الـ 2 pyruفيت محتاج ناقل احنا تفقنا قبل كده لما بتكسر الروابط الموجودة في الكربون ده ما بين الكربون وبعضه بيطلع هيدروجين ويطلع الكترون الهيدروجين والالالكترون لازم لكارير اللي هو الكارير في الحالة دي اللي هو الفري ناد وانه كتير ما يضاي نيكلي طايد ويتحول على طول يبقى 2 net H plus 2 H أو 2 net H 2 طيب بيطلع كمية من الطاقة الطاقة لازم تتحول أو تخزن فين على هيئة مركب اسمه ATP فانت محتاج في المعادلة هنا محتاج ADP و الفوسفرس عشان تحوله بالآخر يبقى ATP خاطوة جليكولوس اللي بتبقى في سيتو بلاس بتدي 2 pyruفيت بتدي 2 ATB وبتدي 2 net H الحقيقة بتدي 4 ATB يعني بتيجي تبص هنا تلاقي فيها تطلع 2 ATB وتطلع هنا 2 ATB وكم 4 ATB لكنها بتستخدم في البداية التفاعل خلاص عشان تبدأ تعمل تحتاج 2 ATB يبقى يعني محاصلة الطاقة النتجة هو 2 ATB ده ملخص لي الانبوت والاوتبوت عندي هنا جلوكوز هيتكسر عشان هتكسر محتاج 2 ATB هتحوله طبعا فوسفرس و A دايفوسفيت وتطلع الانيرجي تكسر الربطة بعد كده يطلع في نهاية التفاعل اربعة ATB من تحويل طبعا ال ADB والفوسفرس ويبقى عندك فري ناد هياخد ايه كل فري ناد هياخد اتنين الكترون و اتنين هيدروجين او لو عندك اتنين ناد بلاس اهو يبقى عايز اربعة الكترون و عايز اربعة هيدروجين يقوم يديك اتنين ناد اتش بلاس تو اتش و اديك اتنين بايروفيت يبقى المحصلة الوقتي خالص في عند جلوكوز هديك اتنين بايروفيت مية طبعا اه يتحول يديك في الاخر اربعة لكنه هيستخدم اتنين يبقى 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 اللي هم عندك عندك اتنين ناد هيتحول فري ناد هيتحول يبقى اتنين ناد الاتش بلاس الاتش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته